صباح الخير على كل مشاهدين في قناة الصحة والجمال أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رؤية موضوع حلقتنا النهاردة مبادرة دعم صحة المرأة هنتكلم فيه عن نوع من أنواع السرطانات وهو سرطان الصديق هيكون دي في حلقتنا النهاردة أستاذ دكتور كريمة فؤاد الشامي أستاذ بجامعة المنصورة ورئيس الجامعية المصرية للنهوض بصحة المرأة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك نورتين برسي طبعا كلنا شاهدنا الفترة اللي فاتت المبادرة لأطلقها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت للقضاء على بعض الفيروسات وبعض الأمراض واتشاف أمراض السرطانات فيه وقت مبكر وغيرها طبعا من الأمراض ومرض فيروس دي كمان فيه حملات توعية قدموها لنا خلال الفترة اللي فاتت هنتكلم برضو عنها في البداية حابة أسأل حضرتك عن رأيك فيه مبادرة 100 مليون صحة لأطلقها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أولا إحنا بنعيش العصر الذهبي للصحة لو إحنا قعدنا نحلم أحلام قد كده ما كناش هنقدر نوصل أو نفكر بس يجي على خاطرنا إيه اللي ممكن حصل في الفترة دي يعني حتى الحلم ما كانش ممكن إن إحنا نقدر نحلمه كوني نتعامل الحاجات دي كلها في الفترة دي في الفترة الزمنية الأوليلة دي فده حقيقي إعجاز وإعجاز رائع يحسب للقيادة السياسية يعني ومن هنا أنا بحيي الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائمين جميعا على المبادرات اللي بتتعمل اللي بتتعمل في مجال الصحة هي بجد بجد إعجاز بدءا من حملة القضاء على فيروسي تحت شعار 100 مليون صحة وفيروسي ده أصلا حكاية لوحده يعني ما في بيت من البيوت المصرية إلا ما كان بيعاني من مريض عنده فيروسي بيته البيت اللي جنبه لازم يعني كانت مشكلة أساسية في بين الشعب المصري وخصوصا الرجال ففيروسي أصلا مشكلة أزلية أو كانت مشكلة أزلية وخصوصا أن هي بتصيب الشباب اللي هو فترة العمل فترة الإنتاج فترة الشغل اللي كان عاوز يسافر بره أو ما يعرفش يسافر عشان عنده الفيروس موجود سواء كان ناشط أو الناشط المهم يعني حتى كان وجود أجسام مضادة داخل جسم الإنسان كان بيمنع من الصفر في الوقت اللي كان فيه بيع بقى عرش بيته ومستلف وعشان يحسن من مستوى فطبعا كانت مشكلة أزلية كون إن احنا نشتغل على أكبر مشكلة بتهدد الكيان المصري فده كان كنا نقول إن سرطان الكبد ينهش أكباد المصريين كون إن هو يشتغل على المشكلة دي في حد ذاتها وفي الوقت ده اللي اتعامل بس فيروسي ما كانش ممكن يتعامل في 40 سنة تخيالي في 40 سنة يعني اللي اتعامل فيه إعجاز بحق لدرجة من منظمة الصحة العالمية أشادت بالتجربة وبالوقت بيطبقوها وبتدرس إنها تطبق في كل مكان ده بالإضافة لكده كمان إن إحنا لأ ده مش بس بنغطي المصريين ده إحنا بنغطي الدول الشقيقة الأفارقة يعني إحنا بنعالج مليون أفريقي فمعنى كده إن إحنا إيه ده إيه اللي إحنا بنعمله ده يعني كده حاجة لا تصدق ده من المبادرات دي بقى شوفي بقى حضرتك قوائم الانتظار اللي اتعاملت كمان هي مكلفة جدا يعني الفيروس سي علشان التحاليل الجمال في الموضوع إن إحنا أصلا إن كل الحاجات دي كانت باهزة التكاليف يعني ما كانش حد يقدر بس يروح يعمل التحاليل فما بالك العلاج المكلف والمتعب وعاوز متابعة قد إيه لأ ده النهاردة ده إحنا بنجيلك لحدك وباليش وبنقول لك يلا تعالي إحنا عاوزين نساعدك ففيه إيه أكتر من كده بجنب طبعا المبادرة فيروس سي العظيمة الجميلة عندنا الانتهاء من القوائم الانتظار وكان المرضى كانوا بيموتوا في بيوتهم منتظرين إنه يبقى فيه سرير يفضى في الأماكن ده بالإضافة يعني هو الشغل على كله طلبة المدارس والمبادرة بتاعت التخلص من السمنة والتقزم والأنيمية الأطفال الصغيرين حديث الولادة الاختبار السمع فده كل الكلام ده ده بالإضافة بقى لموضوع مهم جدا جدا الأمراض غير السرية يعني إحنا في منظومة صحية عظيمة كل المقييس بجنب الأمراض السرية اللي هي برضو الضغط اللي بيمس المصريين كلهم والسكر والسمنة تيجي بقى مبادرة سرطان الثدي سرطان الثدي ده إيه العظمة دي يعني هو بص للراجل وبص للأولاد في المدارس وبص للأطفال وبص لعماد البيت المصري عماد الأسرة الست المصرية هي عماد الأسرة تخيالي يا حضرتك لو الواحدة بس بتكون تعبانة شوية مصدعة بتقدرش تشتغل ما بتقدرش تقوم بواجباتها ما بتروحش لشغلها بتاخد أجازة بتاخد مرضي وخصوصا إن الكانسر ما بتعرفش فما بالك إن هي عندها إيه ده سرطان سرطان اللي الناس زميل يقولوا إيه المرض الوحش المرض البطال المرض اللي ما يتسماش هما ليه بيقولوا كده هما بيقولوا الكلام ده عشان هو فعلا وحش ليه وحش؟ عشان هما بيسيبوا المرض وبيخافوا إن هما يقولوا وممكن يكونوا ما هماش فاهمين ده إيه وما عندهمش ثقافة عن المرض يسيبوا لما يتوغل في جسمهم يتوغل يعني أيوة ما أنا لسه لم أقول لحضرتك يتوغل يعني إيه؟ يعني يدخل ينتشر في الجسم كله يعني ما ينفعش بقى فيه علاج غير علاج تحفظي أو علاج تخفيفي فاحنا الوقت يكون إن هو يشتغل بقى على أول مشكلة تهدد السيدات أول مشكلة تهدد السيدات سلطان الثادي يعني إيه سلطان الثادي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى علنا الخلايا بتاعتنا عشان إن هي بتتجدد وقت الحاجة أنا لما أتعب لما الخلية بتاعت تموت تدمر فيقوم يجدد الخلايا تمام؟ فمعنى كده إن الخلايا بتتجدد وقت الحاجة طب لو الخلية ما تجددتش وقت الحاجة وبعدين فيه نظام في الخلايا بقى نظام رباني إن هي بتتبع نظام معين لما حدش يخرج عن النظام برغم إن هي بتقوم بالوظيف بتاعتها وفي التقاصر والوظيفة والانقسام وكل حاجة لكن لو خرجت خلية عن المألوف وانقسمت انقسام غير طبيعي غير ما احنا محتاجينه فبيحصر إيه؟ زي ما حضرتك مثلا تجيبي سكر في البيت ما انتش محتاجاه سكر 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 بيتراكم السكر عندك هو نفس النظام خلية بتنقص دون الحاجة ليه فتفضل تنقص انقصام على انقصام على انقصام يبقى ورم كتلة مجموعة خلاي كتير مجموعة الخلاي دي اسمها ورم الورم ده ممكن ان هو يبقى حميد وممكن ان هو يبقى خبيح يعني ليس كل ورم يحس هو ورم خبيح عشان كده الناس لازم تفهم والناس ما تخافش وان رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان معظم الامراض اللي هي بتحس ديت ما هيش امراض خبيحة ده اكتر من 90% بتبقى امراض حميدة امراض حميدة يعني ايه؟ ما بتهددش صحة الانسان ما بتهددش صحة الانسان ما بتنتشرش ولكن ما تقلبش الامراض خبيحة بعد كده؟ احيانا بتقلب لو ما عالجناهش بالزبط فمعنى كده ان هو لما يعمل مبادرة لاخطر مرض بيهدد السيدات وخصوصا احنا عندنا في مصر هنا يمكن المشكلة مختلفة عن بره بره نسبة الوفيات من المرض ما هياش كبيرة ونسبة المضاعفات ما هياش كبيرة ليه؟ بسبب الاكتشاف المبكر اللي احنا بنعمله الوقتي بسبب ان يبقى فيه ثقافة ووعي عند الناس يقوموا يروحوا يجروا يشوفوا المرض بسرعة اول ما يظهر حاجة جار يشتغلوا عليه ومن قبل كمان ما يظهر فيه حاجة اسمها الاكتشاف المبكر والفحص المبكر المشكلة ان الناس مش عارفة اعراض ليه المشكلة بقى في مصر هنا لا ده كذا حاجة بقى اول حاجة ان احنا عندنا ان الثقافة بتاعة الشعب سوري مش بتاعة الشعب بتاع بعض الناس غير معروف يعني ايه سرطان الساديو ولا اعراضو ولا 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 وخصوصا في الاماكن المحرومة من الرعاية الصحية الاماكن الحدودية الريف اللي ما بيوصل لهاش يعني يمكن العاصمة اه فيها لكن الاماكن الحدودية اصلا ما بيبقى يعني ما فيش جاكاتر اصلا في الوحدات فما بالك حاجة بقى زي كده دي اول حاجة ما بيوصل لهمش الوحد ما فيش عندهم وسائل الكشف المبكر يعني ممكن ان السيدة تبقى عندها وعي لكن هتروح بقى تعمل ميمو جرام فين ما فيش هو ما فيش امكانيات مخصصا بعض القرى يعني دي حاجة الحاجة التانية ان ممكن كمان ان يبقى عندها وعي وفي اماكن بس ما معاش فلوس طب ده هي هتوفر هتصرف على ولادها وبيتها ولا هتصرف على نفسها لا ده هي في الحالة دي بتؤثر بيتها وولدها وكل حاجة على نفسها وتخلي نفسها في الاخر اللي هي عمود البيت فتخيالي لما تكون هي تعبانة وضعفانة وفي امراض تحتكش للتأخير يعني لازم على طول نتوجه للاماكن المختصة طبعا على طول فكون ان هي تأكل نفسها عشان يا حبيبتي تسيب ولادها او تصرف على ولادها او ما فيش فلوس او 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 فمعنى كده ان هي ايه لا ده احنا بقى لازم احنا بقى بجنبك السيد المصرية لازم عمود البيت لازم ان احنا نقف جنبها في حاجة كمان ان هي ممكن يكون عارفة المرض بس خايفة تقول احسن الناس تقول عليها ان ربنا بيتئن منها او ان ربنا بيعقبها فاحنا عندنا حاجات كتير لا كمان فكرة الخوف من اسم السرطان وخوف ان هو بقى بيموت صحيح او ما واخدين الفكرة ان كل مريض سرطان النهاردة سرطان الثاني ما بيموتش ليه بقى ما انا لما اعرف المشكلة بدايتها ما سبحاش انها تزيد صحيح نهاردة العلاج مختلف تماما يعني كل السيدات حضرتك عارفة بعد ان حضرتك ان شعر السيدة هو تجهة تجهة طبعا اول حاجة بيفكروا فيها يعني ما هروح اتعالج دلوقتي وهاخد علاج كماني وشعري هيقع مش كل واحدة لا بتاخد علاج كماني ومش كل واحدة بتاخد علاج اشعاعي وحتى لو خدت بتبقى برضو الجرعة بتختلف هو على حسب حاجات كتير على حسب حجم الورم حجم الورم شكل ايه لما بيكون في المراحل الاولانية بيبقى غير المتقدمة يعني في مرحلة من صفر للمرحلة اربعة وداخل كل مرحلة تقسيمات معينة فيعني المرحلة كل المرحلة ما تكون في الاول يعني بيبقى لسه موجود في مكانه مزاتش مرحش الاوعية اللينفوية مكبرش مرحش الدم مرحش هنا مرحش هنا فمعنى كده ان اللي بنعمله ده ده حفاظ على صحة المرأة المصرية الهدف من الكلام ده الشفاء التام والاحتفاظ بسادي السيدة اللي هو تاج جمالها زي شعرها ما السادي تاج جمالها وانستها فالنهار ده وبعدين مشكلة خطورة مشكلة سرطان السادي كمان ان احنا عندنا نسبة عالية جدا يعني لما نقول انه هو 35% سرطان سادي من من مجموعة السرطانات اللي بتصيب المرأة رؤية حضرتك ايه سبب ما فيه اسباب فيه اسباب هنقولها الوقتي لكن انا عاوز اقول قبل الاسباب ان واحدة من كل 8 سيدات واحدة من 8 معرضة معرضة ان يحصل لها كده في فترات ما من حياتها يعني معنى كده ان انا لازم اخد بالي ولازم ان انا احطط احطط بايه بالوعي اللي بيتعمل احطط بايه بالكشف المباكر احطط بايه ان انا اعرف ان فيه خطورة وان فيه ناس معرضين لكده احطط بايه بالاعراض والمضاق والاعراض اللي بتحصل يبقى انا لما يكون عندي وعي بايه هو المرض واعراضه ومسبباته والعلاج بتاعه طب انا منتظر ايه ده كمان ايه ده انا بجيلك لحد بيتك في مكانك يعني كمان لو فيه ناس لو فيه الاقافل الطبية كمان بتروح تغطي الاماكن المحرومة او الاماكن اللي هي المستبعدة بالزبط فمعنى كده ان احنا احنا بنقولك انت ما بتتكلفيش حاجة الحملة دي هتحمله ببلاش سواء كان الفحص او العلاج بالزبط سواء كان الفحص او العلاج او المتابعة او اي حاجة مجرد ان هي بيشك انها قد تكون مصابة على طول بتتحول ليه الاماكن المنوطة بالعلاج والمتابعة طبعا هو بيحصل اول فحص مبدئي وبعد كده فحص للتأكيد فحص التأكيد سواء كان اشعة بالصنار او اشعة المامو جرام او بعد كده التحليل والعلاج والمتابعة فاحنا بصراحة احنا في في ايه احنا احنا ما احناش احنا في عصر غير العصر اللي احنا فيه كانت مشكلة مصر الصحة ان هو النهاردة احنا بنشتغل على ايه على بناء الانسان المصري بناء الانسان يعني ايه بناء الانسان زمان كنا بنبني في الحجر النهاردة احنا بنبني في البشر بنحاول نعالج بعض بنبني في البشر فطبعا الوضع المختلف تماما تماما ويحيى رئيس السيسي للمرة المليون وأنا بدعيله بكل ظرف جسمي أنا بدعيله باللي بيعمل كل الشعب المصري لأنه أكيد حسينا بالمبادرات اللي عملها سواء بقى هي كانت تكاليف مادية أو أن حد ما يعرشنا عنده الفيروس فهو رايح طبعا وبعدين ده إيه ده الفيروس كمان إيه حتى لو كان كامل يعني ده الفيروس كمان إيه ده معجل ده الفيروس معدي طيب ولكن سرطان لا طبعا لازم مع الملومة أن الناس تعرفها أن السرطان الثاج غير معدي وغير مميت وغير قاتل وسهل الشفاء منهم ولكن هم سؤالي مش هيكون لي علاقة بمحور حلقتنا ولكن أنا حب أعرف هل أنواع السرطانات كلها مش معدية ولا في بعض الأنواع منها معدية كلمة سرطان معناها أن فيه انكسام غير عادي في الخليل غير معدي يعني أي نوع من أنواع السرطانات غير معدي أمراض الدم هي المعدي زي إيه زي فيروس C وفيروس B والإيدز والكلام معدي ولكن فيه سرطان دم؟ هل ده بيكون معدي؟ ما هوش معدي؟ ده هو وصل للدم تمام طب ليه سؤال عند حضرتك؟ هل السرطان بيكون وراسي ولا سرطان استهدي بالأخص؟ بيكون وراسي ولا مش شرط أني والدك أو والدي؟ حضرتك يعني بحييك على السؤال ده وده من الجزء اللي احنا هنتكلم فيه فيه ناس يقولوا هو السرطان لسبب طب احنا لو عرفنا السبب ما احنا هنتجنب السبب وخلاص لا ده هو الموضوع موضوع أنه بيبقى فيه بعض العوامل الخطورة عوامل الخطورة اللي بتخلي الناس أكثر عرضة أن هما يحصلوا أكثر أنه ممكن يحصل لهم ممكن يحصل لهم وليس بالتأكيد خلي بالحضرتك أنه ممكن يحصل لهم وليس بالتأكيد أنه يحصل لهم لكن فيه بعض الحاجات آه تأكدية زي إيه بقى؟ أو يعني احنا الوقت بنتكلم في مسببات المرض أو العوامل الخطورة اللي بتخلي الناس أكثر عرضة أنه هما يجي لهم المرض لقدر الله أو ممكن يحتمل أنه يجي لهم المرض زي ما حضرتك أشارتي قلت إيه إن عوامل ورصية تمام؟ أو أنه يكون إيه حاجة جينز جينات فيه بعض الجينات جينين تحديداً معروفين دولة لو حصل أنه هو اتعرف الشخص أنه هو عنده يبقى دول احتمال قائم أن يجيله المرض احتمال وبرضه باحتمال احتمال وليس تأكيد قائم أنه هو يجيله النسبة دي بتبقى تقريباً من 15% من حدوس السرطان دولة المتمثلين في إيه؟ إن لو الوحدة أمها جالها أختها عمتها خالتها جدتها طرف الأم أو طرف الأب طرف الأم أو طرف الأب عشان الجينز ديت بتبقى موجودة هل لو سيدة فقط ولا كمان ممكن يكون رجل؟ أنا بحييك على السؤال ده عشان الناس فهمة إن سرطان التد يصيب السيدات لكن هو للأسف بعض الرجالة بيصابهم بس بتبقى بنسبة نقول مثلاً لو كل 200 سيدة فيه ستة أصيبت ممكن يبقى فيه رجل أصدر النسبة نادرة أو قليلة لكن آه بيحصل لهم فعشان كده برضو لو فيه حد من الرجالة وفيه تاريخ عائلي للمرض للمرض يبقى هو مفروض أنه يروح على طول يكشف ويتابع تمام دي أول حاجة ممكن أن يكون تقريباً يعني المفروض يبتدي يتابع ويبقى حط أنزار جميل أوي أوي السؤال ده أنا لو عارفة إن أمي أو جدتي جالها المرض جالها المرض يبقى معنا كده عشان كده في المسح المبدئي بيركزوا على السن والتاريخ العائلي عشان يشوفوا كده مين معرض يعني الكمبيوتر أو الداتا بتاعة الكمبيوتر أو الأساسمنت اللي بيعملوه بيدخلوا البيانات يقول الشخص ده هو معرض وبالتالي يحولوا على الطول حتى لو معرض ولسه المرض ما ظهرش طبعاً ما احنا بنقول إن هو معرض عشان إن هو نقول إن هو مصاب ولا لا بيعمل بقى حاجات تأكيدية فمعنى كده مش عارفة كدت بقول في حاجة حياتي كدت بتسألي السؤال يعني السن السن بيبدأ من أنت تقريباً بالضبط برافو عليك لو أنا عارفة إن أمي أو حد في العائلة من الدرجة الأولى خصوصاً عندهم المرض يبقى أنا بشوف هي عندها جالها وهي سنها كم أربعين سنة يبقى أنا قبل ما ماوصل للأربعين وأنا عندي تلاتين سنة جاري أروح بقى أطور وتابع قبلها بعشر سنين قبلها بعشر سنين وهو ده الأهم حاجة إن إحنا ليه إن إحنا بنقول إن إحنا بنشوف عوامل الخطورة أو بنتكلم عن عوامل الخطورة عشان بنقول يا جماعة خلي بالكو فيه جهاز إنذار بنقول لو فيه حد في العائلة حصله أو فيه سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة التانية يبقى أنا ماسكوتش أشوف هو كان عنده كم سنة وأنا بضر قبلها بعشر سنين أروح أتابع وأكشف وأشوف ويبقى فيه بقى فلقاب على طول ماستناش كل أدئي تقريبا عشان لو كان كل ما الدكتور يقول على حسب ممكن كل ست شهور ممكن كل سنة لكن لازم يبقى فيه كشف دوري باستمرار دوري على حسب ما الدكتور يقول ده مختص بس بالناس المعرضين للمرض ولكن ولا كمان الناس اللي هما ما نمشي دولت ده إحنا كلمنا على الوقت عامل الجينز أو الوراس تمام طب نيجل حاجة لو فيه حد مثلا من الناس بقى المعارضين لو فيه واحدة ما رضعتش الرضاعة الطبعية عشان كده احنا بنقول الرضاعة الطبعية بتاقي الجسم من سرطان السادي ولازم يعني أنا بقى ما جيش اقول اه انا مش هرد عشان احافظ على جمال سدري وكده لا ده أنا ممكن ندخل في المشكلة لا وفيه اطفال بترفض اه سبحان الله اه ياني ده لو رفضوا لكن هي ما تبقاش ربنا اعطاها نعمة صحيح حقيقي يعني الرضاعة دي اكبر نعمة الواحد بيشوف عظمة ربنا كده واحنا بنردع الباب بتاعنا وبياخد الغذاء من جوانا وان ربنا سبحانه وتعالى يفصل اللبن عن الدم ايه العظمة دي والجمل ده فكون ان السيدات اللي ما بيرداش بتبقى اكثر عرضة البنات اللي ما جوزتش بتبقى اكثر عرضة ليه سن معين اللي ما جوزتش اه يعني لو تخطت بقى الاربعين وكده فاللي ما جوزتش بتبقى اكثر من اللي جوزت وعطاها حياتها طبيعية ولكن فيه الغذة الغذة ليها عامل في الموضوع ازاي الغذة اللبنية او اي غذة داخل الجسم بيقى ليها ما هم احنا بنقول المجموعة دي الفئة دي كلها اي حاجة ممكن تحصل هتأثر بقى على الغذة اللبنية والانسيجة بتاعت السد تمام فيه كمان السيدات اللي هم خلفوا اول بيبي بعد خمسة وثلاثين ورغم النهاردة كده منسوب الجواز تعدى طبعا وكده بس عمتا كل ما الواحدة تبدر او يعني ربنا طبعا يعني قادر على كل شيء وهو اللي بيخلي الكلام ده لكن هي فيه ناس بتمنع الحمل وتقول لك عيش حياتي الاول وسافر واعمل ومش عارف ايه وتنسى نفسها وتيجي تفاجأ ان هي بقت عندها اربعين سنة وعاوزة تخلف بقى في الوقت ده فهو كل ما الواحدة اتجوزت وجابت اول بيبي الاول جيب اول بيبي وبعد كده نظامي زي ما انت عاوز واضح اني حضرتك لا مفيش خلاص هو اول بيبي يعني الحياة بعد كده الحد ما يكبر بانش والله يشد فيه كمان اللي جالهم سرطان فدل في ناحية ممكن ان هو يجي في نفس الناحية سؤال انا كنت هسأله حضرتك الحقيقة شفت بقى انا بلقط الاسئلة ازاي ممكن ان هو يجي لها في نفس السادي او في السادي التالي يعني طالما جاء ممكن احتمال اوي ان هو لو جاء ممكن ان هو يجي في اماكن تانية تمام وخصوصا لو هي ما خدتش علاج مزبوط وتعامل 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 مسح للاماكن بالعلاج الكيميائي والاشاعة على حسب طبعا حجم وشكل المرض وكده الناس السومان الابيز اللي هم ايه التخين دولة اكتر عرضة وخصوصا اللي عندهم خطأ في اسلوب الحياة اليوم يعني ايه يعني ما بيلعبوش اليوضة قاعدين طول النهار هوانم مستريحين يقمروا ومش عارف ايه لا بس على فكرة فيه تخين بيتحركوا ما بيعودوش تقريبا خالص ولا سانية بصي حضرتك التخين معرضي بنسبة جديرة اللي معرض فيهم اكتر اللي ما بيلعبوش رياضة فاهماني يعني تخين معرضي وفعلا الرياضة الطاقية من المرض او بنسب يو الرياضة دي عاوزين نعمل حلقة مخصوص عن الرياضة وتأثيرها على صحة الانسان يا رائعة رائعة بكد اللي بيأكلوا اكل غير صحي فيه دهون كتير فيه دهون كتير ويزيوت ما فيهوش ما فيهوش خضروات بصي حضرتك عشان الوقاية من السرطان التادي والوقاية من السرطانات ركزي على حاجات معينة ايه بقى كل الخضروات الورقية وخصوصا الداكنة ليها وقت معين للأكل كلها في اي وقت الصبح الدهر بالليل في اي وقت ده 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 بس حضرتك مش معي ان الخضرة والحاجات اللي بناكلها دلوقتي كلها بتبقى مرشوشة مواد كيموية او السمات بتاعها مثلا بيتحطلها مواد اضافية للحاجات المجيدات يعني الكيموية انا معا حضرتك بس انت هتعمل ايه هنا هسأل سؤال تاني من دمن السؤال يعني كمان في حق ان البعض الفاكهة اللي احنا بنكلها ده اكيد معرض برضو اللي هيكل الحاجات دي هيجيله السرطانات حضرتك عندك حق بس اولا دي مسئولية الناس بتوع صحة الغذاء اللي مفروض ان هما يتابعوا الحاجات دي تمام ويتابعوا الاسواق والحاجات دي كلها بس الحاجات بتبان شكلها بيبان يعني مثلا لو رحت تشتري تفاح وكان محقون بيبان غير التفاح العادي تخيل الحجم بتاعه يعني مش الحجم التفاح اللي هي اعتقد كده يعني انا مش خبيرة في الكلام ده بس التفاح الكويسة بتبقى خفيفة التفاح التانية بتبقى تقيلة محقونة سواء كان ده فيه ناس بيحقنوها بسرنجات مية عشان توزن فهي شوفي شوفي مية مش شوفي حضرتك لو جيت هتتكلم هتتكلم عن الفراخ والهرمونات ومش عارف والاسماك والحوم انطقي انطقي بقدر الامكان اعرف ان الحاجة السوق بيبقى متاح بس عين الواحد تقدر تميز لحد ما معه طبعا مرأبة السوق وفي بعض الحاجات حتى لما بيقولوا الحاجات اورجانيك احنا هنضمن منين هروح المزانع بقى اه محناش فبس احسن ما تكلش خالص يعني ركزي على الفكهة ركزي على الخضروات الورقية والداكنة سواء كانت الخضرة او الحمرة يعني الحمرة يعني يعني تماطم اسمه ايه البتاع اللي بنعمله السلطة البنجر هيلة الفراولة كل الحاجات الغمقة الخضرة والحمرة ركزي عليها في الفكهة والخضار طبعا الفلفينات بقلواناتها والبروكلي والحاجات دي كلها الحاجات اللي فيها دهون وزيوت ملهاش لزوم انت بتشحين الجسم بحاجات ملهاش فايدة فبتتخن والخطورة بتاعتها بقى ده بكولسترول اقلل تقليل ولا منع لا مفيش حاجة اسمها منع الجسم بيبقى محتاج عشان ان فيه بعض الانزايمس عشان انها تفرز بتحتاج لحاجات معينة لكن الاعتدال في كل حاجة كويسة الاعتدال لا انت تزودي يعني شوفي حضرتك لما نيجي نتكلم على الحاجات المشوية احسن من المحمرة المسلوء او المشوية احسن من المحمرة كل مكانة الحاجات منزوعة الجلد ومنزوعة الدسم تبقى كويسة طب انت هتطبقي حاجة بدل ما تطبقيها بسمن الكرسى السمن ده احنا عاوزين برضو نعمله حلقة صحيح السمن السمن الصناعي ده عاوزين نعمله حلقة بصراحة يعني عشان ده كرسى كرسى فاستعملي زيت نباتي لو هتعملي بقى سلطات وكده حط فيها الوان كتير حط فيها زاتون ولمون يعني عندك بدائل كتير انت تستخدمي استخدمي العيش اكتر من استخدامك الرسول المكارونا يعني يعني عارفة خلي الاكل بتاعك متنوع يكون صحيح بزرط اللي سؤال عند حضرتك التدخين تدخين تدخين سيدات ولا سيدات ورجال وبعدين ده النهاردة السيدات بقوا بيوه في كل حتة روحي حضرتك اي كافي لا روحي اي كافي الوقتي هتبص تلاقي اللي قاعدين كل السيد معظم بلاش كل معظم البنات قاعدين بالشيشة والقاعدة ما بتشيش دي تبقى غريبة فاحنا بقينا يعني في عصر صحيح طب هل مريض السرطان اللي تم او خضع تحت بقى علاج كيميوي او اجهزة او ايام كان معرض ان المرض بيجي له تاني في نفس المكان لو ايه لو تعالج من المرض السرطان معرض ان يجي له تاني في نفس المكان اه محتبل ليه بقى ليه مش بالنسبة كل وقت قد ايه تقريبا المفروض لا لا مالهوش نسبة بصي حضرتك لو انا مثلا عندي خراج ومفروض ان انا اخذ له مضاد حيوي عشان لحد ما يقض عليه المضاد الحيوي ده مفروض ان الدكتور قال لي سرعتيان وتغديب جراءات كذا كذا لو انا خدته بانتظام بالنسبة اللي الدكتور قال عليها بالوقت بكل حاجة اكيد هيبقى الموضوع في امان لكن لو قال لي خدي اسبوع المضاد الحيوي وانا جيت عملت ايه مجرد ما حسنت بتحسن على ثلاث يوم وقفت المضاد الحيوي على ثلاث يوم يبقى معنا كده ان انا ايه ده انا بسيب المكروب ينتعش ينتعش ويبقى عنده بقى ايه مناعة سهيل فمعنى كده ان انا بقول ان بيبقى فيه علاج تكميلي لو هو بورتوكول همشي عليه بقى مدى الحياة ومش مدى الحياة وقت فترة العلاج ما بعد العملية او ما بعد العلاج اللي هي بتاخده فهي بيبقى فيه فترة علاج ومتابعة مهمة جدا جدا وعشان كده دايما بيبقى فيه كارت متابعة وبيبقى فيه تعليمات معينة لو حصل كذا على طول تتوجه للدكتور دي العوامل اللي بتخلي الناس اكثر عرضة طبعا بالاضافة للحاجات دي ان البنت لو بلغت بدري يعني لو البنت جات لها الدورة الشهرية قبل سن 12 سنة يعني 10 سنين 9 سنين حاجة زي كده فديت برضو معرضة ليه احنا بنقول كده عشان الامهات يخلوا بالهم لو عندها بنتها بلغت بدري تبقى تخلي بالها ده نظام توعية بالصحيح بالصحيح فهي الحملة دي بيبقى كشف مبكر بيبقى دخله التوعية طيب انا ليه سؤال الصين العلاج الصيني اللي هو بالتجميد للسرطانات هل ينفع للسادي كمان ولا هو بس مختص الاماكن المعينة في الجسد يعني اين الصين كانت منزلة علاج للسرطان بالتجميد بالتلج هل ده مختص بالتجميد شوفي حضرت الفيصل تجميد واستقصال الورن بصي حضرتك الفيصل ان احنا ما بنقولش هو صيني ولا غير صيني في حالة اسمها evidence based يعني ايه evidence based يعني الطب المبنى على الدليل هل هو ده طالع من نتائج ابحاث علمية والبحث العلمي قال ان لو استخدمنا كذا هيبقى النتيجة بتاعته هتبقى فيه شفاء بنسبة كذا بصار في النظر هو مصري ولا صيني ولا 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 احنا النهاردة بنشتغل على الطب المبنى على الدليل والبرهان لكن مش تجارب يعني ماينفعش نفر نفر لا اصل الانسان ما هوش حق لتجارب لكن النهاردة عاوز اقول لحضرتك وللسا ده المشاهدين ان بقى فيه علاج غير عادي بمعنى ان زمان كان بيبقى فيه علاج سرطان السدي معروف لا ده النهاردة بتبقى واحدة عندها سرطان السدي واحدة اتنين تلاتة اربعة اللي اربعة خمسة كل واحدة بتاخد علاج غير التاني حسب بيتفصل عليها العلاج بيتفصل زي ما حضرتك بتجيبه قماشة وبتوديها للتارزي وبتقولي له انا عاوزة قلبس كذا فيعمل لك موديل كذا حسب ظروفها وحسب طبيعة المرض عندها وحجم المرض وي 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 وبعدين النهاردة لما بيكتشف المرض بدري ده الدكتور بيقعد بقى مع المريضة ويختاروا خطة العلاج لكن لما بيبقى العلاج بقى بيتمك المرض بيتمكن منها ما بيبقاش عندها فرصة الاختيار طيب هل بيكون في فحص زيتي قبل ما بنتوجه الدكتور يعني امتى السيدة يبقى تمام سؤال حضرتك جميل شو في حضرتك الكشف المبكر بس انا كنت عاوزة قبل ما ندخل في الكشف المبكر بعد اذن حضرتك ان احنا نتكلم نقول للسادة المشاهدين ان اعراض المرض ايه قبل ما نقول بقى الكشف الحتة دي جزء من الكشف المبكر ازاي ان الوحدة تعرف انها مصابة تمام اولا لازم لازم على كل سيدة وكل شخص بس انا لما بقول سيدة عشان هو سرطان التفادي عن السيدات اكتر فيجب على كل شخص ان هو يكون على علم تام بطبيعة وشكل وحجم جسمه بمعنى ان مش عيب مش عيب وان الام لما تشوف بنتها وقفة قدام المراية ما تقول لهاش اهل انت بتعملي ده ده يجب على كل سيدة وكل بنت انها تقف قدام المراية وهي كشف النص ده وتشوف صدرها شكله ايه طبيعة صدرها شكله ايه اللي اتنين شكلهم ايه واحد اكبر من واحد تبقى عارفة شكل الحلم ايه شكل الانسجة ايه يبقى نمر واحد لازم كل شخص يبقى على علم تام بطبيعة جسم ليه بقى عشان ده البيز لاين بتاعي ان انا لو حصل اي تغيير اقدر اعرف التغيير ده ازاي زي ما حضرتك شايف اديك شكلها ايه عارفة شكل ايدك لو حصل ان ايدك بعد الشر ورمت يبقى هتعرف على طول انها ورمت اتغير لون الجلد حصل حاجة فانا لازم كبازلاين لازم يبقى عندي المعرفة بطبيعة جسم تمام دي اول حاجة الحاجة التانية لو ظهر اي تغيير تغيير في شكل ولون ومظهر الجلد بتاع السل يبقى معنا كده ان لازم ده جهاز انزار بالنسبة يعني ايه تغيير في الشكل الشكل الطبيعي معروف لو حصل ان هو بقى مكرمش زي قشرة البرتقانة ودايما يتواصف ان هو يبقى مكرمش كده زي قشرة البرتقانة او لونه تغير سواء كان اغماء احمر حصل فيه تقيحات حصل فيه اي التهابات لازم ان انا اخلي هاخد من حضرتك لاني وقت حلقتنا مع الاسف خلص مع الاسف يعني احنا اكيد مع حضرتك ان شاء الله في حلقات تانية طب احنا نقول بسرعة الاعراض والكشف الموكر بسرعة تمام يبقى لو حصل اي تغيير في شكله وحجمه والمظهر بتاع الجلد لو حصل ان الحلمة تحديدا شكلها تغير سواء كان فيه التهابات تقيحات افرازات سواء كانت مدممة او غمأة او غير مدممة يبقى لازم ان انا اخلي بالي لو حصل ان الحلمة جزء او كل دخل لجوه يبقى معنا كده ان ديات قد تكون علامة لو فيه اي بقى تكتلات ان شاء الله يكون زي العدساية وحستها يبقى معنا كده تكتلات بقى في السادي حوالين السادي تحت الابط يبقى لازم ان انا عشان كده انا بقول ان الفحص الزاتي للسادي ده مهم جدا يبقى معنا كده على فكرة ان سرطان السادي غير مصحوب بألم في الاول يعني ما نستناش ان يبقى فيه ألم مهم او يبقى ألم امتى لما بيبقى المراحل المتقدمة تمام دي معظم الاعراض والعلامات نيجي بقى بسرعة للكشف المبكر بما ان الوقت بتاعنا قرى بيخلص الكشف المبكر بيبقى عبارة عن ثلاث حاجات اساسيين الحاجة الاولانية الفحص الزاتي للسادي والحاجة التانية الكشف عن طريق المامو جرام والتانية الكشف عند دكتور متخصص وفاهم كشف كلينيكي والحاجة التالتة التأكيدية المامو جرام بشكر حضرتك جدا يا دكتور وقت حلقتنا مع الاسف انتهى ولكن انا عايزة اطلع مع حضرتك بحلقات تانية نتكلم في كذا نوع من انواع السرطانات ان شاء الله كان معينا النهاردة ضيفة حلقتنا النهاردة استاذ دكتور كريمة فؤاد الشامي استاذ بجامعة المنصورة ونقب رئيس المنظمة الافراكية للسرطان لشؤون شمال الافراكية بشكركم نورتيني منظمة